مرحبا طلابي أهلا وسهلا فيكم بحسة جديدة من مادة اللغة العربية اليوم حصتنا نص مسموع بعنوان الغراب والجرة في يوم صيفي حار عطشة غراب فأخذ يبحث عن الماء وبعد البحث الطويل وجد جرة فيها ماء حاول أن يصل إلى الماء بمنقاره فلم يستطع فكر طويلا كيف يمكن أن يصل إلى الماء نظر حوله فوجد حجارة صغيرة أخذ الغراب يلقي الحجارة في الجرة ارتفع الماء إلى الأعلى فرح الغراب وشرب حتى ارتوى هذه كانت قصتنا اليوم طلابي ما عليكم إلا أنكم تستمعوا لهذه القصة وتجيبوا على هذه الأسئلة من هم شخصيات القصة؟ من هم شخصيات القصة؟ ما مشكلة الغراب؟ ما هي مشكلة الغراب؟ ما هو الحل الذي وجده؟ ما العبرة من قصة الغراب والجرة؟ ما علينا إلا أن نستمع القصة وبعدين نرجع نجاوب على هذه الأسئلة ونستنتج العبرة من خلال قصتنا اللي كانت اليوم ما تنسوا الطلابي تتواصلوا مع المعلمة عبر تطبيق زوم إلى اللقاء طلابي في حصة قادمة من مادة اللغة العربية إلى اللقاء